اشتركوا في القناة على ثقافة الغرب لا بقي متخلفا أيضا الإنسان العربي مطموس الفردية في هذا المجتمع ولهذا تحركه ما تقصد مطموس الفردية ليس قادرا عن أن يفكر تفكيرا مستقلا ولهذا تجد أنه دائما يرفض ما يرفضه المجتمع ويقبل ما يقبله المجتمع يعني روح الجماعة مثلا هي السائدة هي روح الامعية روح القطيع وليس بعد الجماعة فقط هي روح القطيع الذي لا يستطيع أن يخرج من الأسر العام من الثقافة السائدة يعني ما يعتبره المجتمع جيدا يعتبره هو جيدا لا يستطيع أن يفكر تفكيرا مستقلا وأن يستفيد من ثقافات الآخرين هو غير قادر على أن يخرج من النطاق الذي ضرب عليه منذ طفولته طيب هل يجب أن يكون الفرد العربي مثلا متمردا لا ليس متمردا ليس متمردا وإنما يجب أن يبحث على الحقيقة ألا يلغي ذاته ويندمج ويذوب ويذوب في القطيع تنتقد العرب وتثني على إسرائيل هل ترى أن العرب يجب أن يقتدوا بالتجربة الإسرائيلية؟ لا لا إسرائيل لم تصرع نفسها هي امتداد للغرب هم امتداد لثقافة الغرب وليسوا صانعين لأنفسهم أنا قلت أن امتدادات ولهذا شبهتها باستراليا وليزولندا ولا آخره جنوب أفريقيا أنا أعتقد أنه أنا أريد أن أشير النقطة هنا مهمة بس أسألك عفونا أبو عبد الرحمن يعني هذه القصة هل تعتبر أنه كون بعض الدول الامتداد للغرب جانب سلبي ولا جانب إيجابي؟ لا لا جانب إيجابي يعني مفروض أننا نمتد للغرب لا نستفيد من هذه التجربة السخية الازدهار الذي صنعه هو الغرب لم نصنع شيئا حتى الآن ما زلنا عالة على الغرب نحن يعني حتى اليابان تعترف بأنها لو لم تستفيد منها الغرب لما تطورها الازدهار في ماذا؟ الازدهار في كل شيء في التقنية مثلا؟ في قيمة الإنسان في حرياته في حفظ كرامته في تطور العلم في تطور التقنيات في تطور الحياة هل ترى أن الحياة الآن مثل الحياة قبل عشرة قرون؟ كل هذا التغير الهائل هذا صنعه الغرب من الذي صنعه؟ طيب أليست مثلا مفاهيم الغرب حقوق الإنسان على سبيل المثال منجز إنساني هو تراكم اجتهمت كل الحضارات فيه؟ لا ليست تراكم هذا بس الغرب لا بدون شك الاستبداد هذا قيد هائل قيد لا يمكن أن يحصل معه أي تقدم هل ترى أن هذه النظرية تنطبق على الوضع في العراق بعد ذهاب صدام حسين الذي تصفه بأنه طاغير؟ العراق لم يسمح له حتى الآن أن يستقر تدخل فيه كل العالم بالشكل الذي نرى الغرب الذي تثني عليه تدخل فيه؟ لا الغرب الغرب تعامل أيضا مع اليابان واستطاع أن ينقذ اليابان من استبداده يعني اليابان الآن تعتبر نموذج في الديمقراطية في الحريات في كل ما أنتجه الغرب من مزايا تتحدث أيضا أن العرب في فتوحاتهم في صدر الإسلام خرجوا من صحرائهم فاتحين لدارسين ماذا تقصد بفاتحين لدارسين أستاذ إبراهيم؟ يعني أنا أرى أن العرب استمروا خلال القرون وما زالوا يعتقدون أن لديهم من العلم الكفاية لديهم من العلم والحكمة الكفاية وأنهم ليسوا محتاجين إلى أن يتعلموا من الآخرين لأنهم ظهروا على مسرح التاريخ كفاتحين وليسوا دارسين ومعلمين وليسوا متعلمين واستمرت عندهم هذا الوهم ومرشدين لا مسترشدين نعم ومرشدين لا مسترشدين يعني ما زال هذا الوهم باقيا عندهم رغم أن الدنيا كلها تغيرت الدنيا تغيرت وهم ما زالوا يظنون أنهم من واجبهم أن يعلموا الآخرين من واجبهم أن يعلموا الآخرين ومن واجب الآخرين أن يصغوا إليهم وهم ليس لديهم أصلا أن يقدموه للآخرين ومع ذلك ما زالوا ولهذا هذا الوهم الفضيع هذا الشعور بالكمال هذا الشعور بأنهم يجب أن يتعلموا من الأخير هو الذي جعلهم عاجزين عن أن يستفيدوا من حضارة العالم